السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم بالدرسة الجديدة إذا كنت ولمرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لك الفيديو ليصلك كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن I don't feel well إذن أنا لست على ما يرام نتحدث شخص يريد يساعدني أو لدي مشكلة ما أو مرض ما I don't feel well don't هي اختصار لي do not do not بمعنى لا إذا كان عندنا he, she, it نستخدم doesn't he doesn't feel well لاحظ he doesn't feel well she doesn't feel well يعني هو ليس على ما يرام هي ليست على ما يرام it doesn't feel well طبعا يكون عندنا كابية تلتة إذا كان عندنا I, we, you, they عندئذن نستخدم don't I don't feel well we don't feel well you don't feel well they don't feel well I am not feeling well now أنا لست على ما يرام الآن يعني أنا لا أشعر بخير الآن إذن في هذه اللحظة اللحظ وضعنا am وضعنا عليها not أتكلم عن شيء أتكلم في هذه اللحظة I am not feeling well now شخص يسألني what's the matter يعني ما المشكلة ما الخطب ماذا بك what's the matter طبعا عندنا what هي اختصار لي what is لكن اختصرها نضع بدالة I apostrophe S what's the matter ما المشكلة أريد أن أجيب هذا الشخص my head hurts رأسي يؤلمني اللحظ وضعنا الفعل heart وضعنا S نسميها S المفرد الغاب لماذا؟ لأن أعدنا head مفرد واحد عند إذن نضع للفعل S المفرد الغاب S الشخص الثالث هذه ليست تستجمع نتبع عليه نضيف للفعل my head hurts رأسي يؤلمني my tummy hurts بطني تؤلمني my tummy hurts أريد أن أقول أذني my ear hurts إذن أذني تؤلمني my ear hurts my throat hurts حلقي أو حنجرتي تؤلمني my stomach hurts أيضا معدتي أو بطني تؤلمني إذن على حسب ما أريد أن أقول لك نحفظ my عندنا heart يؤلم نحفظ head رأس tummy بطن ear أذن throat حنجرة أو حلق stomach معدة أو بطن ممكن على حسب الضمير استخدمه his head يعني رأسه أتكلم عن شخص hair head رأسها its head يعني غير العاقل غير الإنسان أيضا your head أيضا our head طبعا لا نقول رأس هنا أكيد راح يكون their head طبعا هنا لازم يكون إذا كان استخدمنا our their يكون عندنا نضيف s للكلمات هذه لكن نحفظ my head hurts my tummy hurts my ear hurts my throat hurts my stomach hurts ممكن نقول I've cut my finger إذن جرحت إصبعي لاحظ cut نعرف يقطع أيضا cut ما عند يجرح أيضا جرح I've cut my finger لقد جرحت إصبعي لاحظ I've هي اختصار I have طبعا هنا نسميه present perfect إذن مضارة attempt أو ممكن أجيب I cut my finger جرحت أصبعي استخدم ماضي بسيط simple post إذن ماضي بسيط اللي جابتين صحيحة لكن I cut my finger إذن يركز على بيركز على وقت حدوث الفعل I've cut my finger يركز على إذن هنا الماضي بسيط طبعا شرح بشكل مفصل يركز على وقت حدوث الفعل لكن المضارعة التام يركز على الحدث نفسه إذن حدث من الماضي لكن له نتائج في الوقت الحالي هذا المضارعة التام لكن الماضي بسيط يركز على وقت حدوث الفعل ممكن نقول I cut my hand جرحت يدي I cut my hand ممكن أن نقول I cut my thumb جرحت إبهامي إذن ثم إبهام قلبي سائل ثلاثة الفض ثم I cut my finger I cut my hand I cut my thumb ممكن نقول I fell and hit my knee سقطت وضربت ركبتي أو آذيت ركبتي إذن سقطت وضربت ركبتي عدنا knee ركبة الكية طبعا لا تلفظ مثل عدنا كلمة no لا نقول cano no أيضا knee أيضا عدنا كلمة knife knife سكيا لا نقول knife إذن knife I fell بمعنى سقط hit يضرب أو يؤذي knee ركبة ممكن أقول hit my elbow elbow معنى مرفق أو كوع elbow arm ذراع hit my arm على حسب المكان اللي أصبت به I fell and hit my knee my elbow my arm طبعا شخص بعد ما علموا بالمشكلة ممكن يقول shall I bring you plaster هل يتوجب أو هل يجب أن أحضر لك bring you bring you plaster plaster معنى ضمادة أو لاسقة أو أقول bring you an ice pack يعني أحضر لك كيس ثلج لاحظ ice ثلج pack kis an ice pack معناته كيس ثلج bring you a glass of water أحضر لك كاس ماء إذا نحفظ كمية plaster ضمادة ice pack كيس ثلج glass of water كاس ماء shall I bring you a plaster an ice pack a glass of water shall I get the doctor هل يتوجب أن أحضر الطبيب نحفظها shall I get هل يتوجب أن أحضر your parents يعني والديك your dad والدوك إذا نحفظ التركيب shall I get لحظ هذا المحادث بين شخصين hello أحمد what's matter my tummy hurts oh dear shall I bring you a glass of water no thanks shall I call the doctor yes please hello أحمد مرحبا يا أحمد what's matter ما المشكلة my tummy hurts بطني تؤلمني oh dear يا عزيزي shall I bring you a glass of water هل يتوجب أن أحضر لك كأس ما أو هل أحضر لك كأس ما لحظ shall I bring you هل أحضر لك وضع ماذا تريد أن تحضر no thanks كلا شكرا shall I call the doctor هل يتوجب أن أتصل بالطبيب call بمعنى يتصل أو ينادي yes please نعم من فضلك hello أحمد what's matter my tummy hurts oh dear shall I bring you a glass of water no thanks shall I call the doctor yes please بهذا الشكل أنا هنا درسنا لهذا اليوم أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع عليك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته